على فكرة لما الطفل بيسمع كلام وحش من الأب أو الأم من الطرف التاني ده بيخليه عرضة للاكتئاب مش مجازاً الاكتئاب الحقيقي لأن الطفل بيقاعد مش عارف يقول إيه ومش عارف يسكت ولا يتكلم ولا يدافع ولا يرد غيبة الطرف الغائب ولا إيه فالطفل بيكتئب أدواته محدودة خصوصاً لو كان سنه صغير ولو سنه كبير ممكن ينفعل لو في سن المراقبة وتلاقيه أنه هو من فضلكه ما تقولوش كده على ماما أو تقولوش كده على بقى ما تقولوش كده على بقى فهتدخلوه في متاهات طفل بيكون عرضة للاكتئاب وممكن يحصل له ارتداد سلوكي ارتداد سلوكي في شكل فقدان التحكم في التبول والتبرز وبالمناسبة دي حاجة مشهورة أوي في الحالات دي أوي بنلاقي أمه وأب نفصله والابن كبير أو بنت كبير وفي سنهم تمام ومتحكيم فجأة حصل لهم ارتداد سلوكي فجأة فقدوا التحكم دي حاجة معروفة جداً على المستوى الطبي ده غير طبعاً التأثيرات السلبية على أداء الطفل بقى سواء من ناحية الاجتماعية أو من ناحية الدراسية طيب دي كانت بعض النصائح عن أدبيات التعامل مع الخناءات أو حالات الانفصال والطلاق أمام الأطفال سواء من ناحية الدراسية